ازاي اتعامل معها خطبتي وانا راجل جد وعملي يعني واحد زائد واحد يساوي اتنين وماليش في الكلام التكيف يا جماعة والنبي انا جننتكم بالتكيف نعلي التكيف شوي تاني الراجل ازاي اتعامل معها خطبتي وانا راجل جد وعملي يعني واحد زائد واحد يساوي اتنين ماليش في الكلام ماليش في الحب ماليش في الرومانسية لان عمري ما كلمت بنت اصلا في حياتي ولا اؤمن بكلام الحب والحاجات دي الحقيقة أن كلام الأفلام والمسلسلات ده مش بتاعي وأنا أصلاً قالي إنت حتى هترجع في وشينا ولا أنت مالك حبيبي مالك أنت بخطب البنت ليه إيه هتضرب ده أنا ولا إيه وأنا قاليلي الكلام مع خطبتي وأنا بقرف أصلاً من فكرة أن أنا أعود أدلاحها ولا أكلمها كلام كويس وأنا مش عارف أعمل إيه يا ردو إيه يا ابني إيه يا باب إنت إيه اللي جابك عندني هنا مالك يا حبيبي مالك إيه ده ده إنت ده قلم أنا بقراها دلوقتي حاسيت إن إنت حتضرب ده أنا بالقلم بس مش لازم مش عارف أفوستان ده مجنيني عشان قطب مش لازم تتكلم كلام حلو آه ساعات طبعاً ستات كلهم بيبقوا نفسهم يسمعوا نجوازاتهم أو من الناس اللي بتحبوهم أو من خطبهم كلام حلو لكن إنت مش لازم تتكلم كلام حلو بس مايفعش الكون ما بتتكلمش كلام حلو ما بتتصرفش بشكل حلو يعني مايفعش تكون ما بتقولهاش أنا بحبك أو حاشتيني ومايفعش تكون ما بتطبطبش عليها مايفعش تكون ما بتعرفش تتكلم أو تقول كلام رومانسي بس في نفس الوقت ما بتكونش بتأكدها في بقها مايفعش تكون إن إنت شخص جاد جداً وما بتجيب لهاش هدايا أنت تختار يا ده يا ده ويحبز ويحبزة لو كانوا الاتنين لأنه الست أصلاً ماشي بالعاطفة والعاطفة بتبتدي من هنا أنت الرجل عينيك اللي بتحب الأول هي وده أنا اللي بتحب الأول فأنت عندك مشكلة من دلازينة إنه أول حاجة هي بتحبها في حياتها أنت ما بتعملهاش يا حبيبي فما يتبقاش الأولنية والتانية هتروح يا بابا مع اللي راحه وإحنا هنتاق عليك فيحصل إيه؟ تصرف بقى أفعال وليس أقوال والله إحنا دلوقتي بنقول أصلاً في البرنامج يعني لو إنت هتتكلم من غير ما تنفذ يبقى مناكش لازمة فنفذ يعني لو مش عارف تتكلم نفذ